سؤال تاني طرح ليه مش إبراهيم عادل؟ ناس كتير قوي قالت عايزين نشوف إبراهيم عادل في المنتخب ومتقلق كثيرا مع بيراميز في الفترة الأخيرة بالنسبة لكالوس كيروش هم مش عارف إبراهيم عادل بيلعب فعني مركز بالزبط بيراميز بيلعبه أحيان جناح يمين جناح شمال يلعبه صانع ألعاب فهو ما كانش عايز ياخد المخاطرة دي دلوقتي بس هو شايف إن إبراهيم عادل لي دور كبير جدا الفترة القادمة مع منتخب مصف لكن في مباراتين حاسمتين زي دول ممكن ما يبقاش لي دور كبير ليه أيضا مش أحمد عبدالقادر ده سؤال ترح أحمد عبدالقادر قالو سكيروش من البطولة العربية من قبل البطولة العربية مش البطولة الأفريقية كمان من قبل البطولة العربية هو معجب بيه ما خدوش في البطولة العربية وما خدوش في كسر الورقية عشان ما كانش بيشارك كتير بشكل أساسي مع الأهل في الفترة الأخيرة يشارك كثيرا مع النادي الأهلي بشكل أساسي فكان فرصة إن يبقى أحمد عبدالقادر موجود في منتخب مصر هو شايف إن أحمد عبدالقادر بيلعب في مركز الجناح الأيصر والجناح الأيصر متواجد فيه اتنين لعبة مميزين ومتعلقين في الفترة الأخيرة عمر مرموش ومحمود تريزيجيه فممكن ما يبقاش ليه حاجة في اللحظة دي ليه مرموان حمدي مش أحمد حسن كوكا ومش محمد شريف ناس كثيرة شايفت إن محمد شريف متقلق في الفترة الأخيرة وهكلمكم كثيرا على موضوع محمد شريف من جوة الجهاز الفني أنا أقول لكم الجهاز الفني بيفكر في محمد شريف إزاي ليه كالوس كيروش عنده مشكلة فنية مع محمد شريف رغم أن أنت شايفه متقلق في الفترة الأخيرة بسجل ست أهداف في ست مبارات مع النادي الأهلي محمد شريف في طريقة لعب كالوس كيروش اللي هي بتعتمد ان المهاجم بينزل كتير قوي ويدغط على لاعب الوسط المدافع في الفريق المنافس محمد شريف ما بيعرفش يعمل الضغط ده بالشكل المثالي زي ما هو عايزه كلوس كيروش شايفوا انه ما بيدغطش جامد وفي القرات الهوائية اللي هيبقى محتاجة قدام السنغال مران حمدي يكسب محمد شريف في القرات الهوائية فهو شايف ان مران حمدي يقدر يعمل الضغط ده كويس يقدر يكسب القرات الهوائية بيسمع التعليمات بالزبط فاختار او مال لمران حمدي كوكا متقلق احمد حسن كوكا متقلق الفترة الاخيرة ومتقلق جدا وهقرالكو حاجة على احمد حسن كوكا تويتا كتابها النهاردة وهقولكو رأيي فيها كوكا متقلق فعلا الفترة الاخيرة وكان خيار مهم جدا بس كوكا عشان كان بعيد عن معسكرات المنتخب اللي فاتت كلها فما حبش ياخد كوكا في الفترة دي فترة حاسمة زي ما برادة السنغال فاعتمد على مروان ومصطفى زي ما كان بيعتمد في الفترات الاخيرة دي الاسباب المؤكدة المنطقية من جوه المنتخب دي الكواليس انا بحكي لحضراتكم الكواليس بالزبط في اختيار العناصر اللي كان عليها كثير من الجدل موسيقى